بسم الله والصلاة والسلام وعلى شفى خلق الله سيدنا محمد أهلا بكم استكمالا لشافتة النمبر 3 Statics of Particles طبعا احنا اخذنا الguide line for solving Solving Guideline خذناها لستفس المرة الماضية وهما 6 خطوات احنا بدو جد find external forces بعدين find external torques وبعدين set the net forces equal 0 اختار المحور المناسب ثم في الاخر الخاص احنا solve two for two quances احنا بنحل المثال عشان نوجد الكيميات الغير معروفة لكن هي برضو حاجة مهمة لازم ناخدها في الاعتبار ان it is generally similar to choose the pivot من السهولة ان كنت تختار المحور add the point of application of the force for which you have the least information عند نقطة تطبيق قوة تمام بحيث يكون اللي يكون عنديك انت عندك اقل معلومات the least information احنا هناخد مثال لهذا الكلام ده كله الاكزامبل اول اكزامبل هو عبارة عن الانينج لادر اللي هو عبارة عن السلم المائل لادر اللي هو السلم المائل وكل المسألة طبعا لها هدف هنشوف ايه الهدف بتاعم المسألة هناخد كم مسألة ان شاء الله على هذا الباب اللي هو الستاتيكس of particles at what minimum angle can the ladder lean without sleeping at what minimum angle يعني عند كام اقل زاوية بتخلي اللادر يميل بدون انزلاق كده هو يبالين وزاوية تسليبنج يبقى عايزين فاي هنا عايزين ايه فاي الوفاي الزاوية اللي بيميل بها السلم تمام بيميل بها السلم بدون ما انزلق يعني بيكون في حالة التزان هنا طبعا زاول is fractionalis هنا الحاقط اللي هو الزلادر against زاول يعني بيميل على الحاقط هنا الحاقط ده fractionalis يعني وهناك احتكاك بين السلم وبين السطح الذي يرتكز عليه السلم يرتكز على نقطة الاحتكاز هنا وهذا السطح وهناك في قوة احتكاك هناك قوة احتكاك برمزها بالرمز F وهناك قوة احتكاك الاحتكاك الاستاتيكي او فراكشن الاحتكاك فورز ذلك قوة احتكاك الاستاتيكي تماما برمزها بالرمز F هنا نحن لبصينا على الرسم الموجود عندي اني عندي هناك مجموعة قوة اربعة قوة ايه همه قوة الاولى اللي هي الان one normal force تمام ممكن يكون الشريحة التانية تمام بتوضح القوة هي هي قوة رد الفعل العمودية الموجودة عند أسفل السلة فراكشن فورس فراكشن فورس فراكشن فورس برضو قوة الاحتكاك اللي هي الف اس هي قوة الاحتكاك الاستاتيك ف اس طبعا برضو قوة رد الفعل همية متجهة تمام لادرز ويت وزن الوزن بتاع السلم ام جي نورمال فورس اتوب اوف لادر في قوة رد الفعل الناشئة عن نقطة ارتكاز السلم على الحائط اللي هي الانتو يبقى انا عندي فورس هذه القادي القوة الموجودة عندي هنا هنختار نقطة الارتكاز او مو ارتكاز choose bottom of leather هنختار المحور هنا هو تمام نختار bottom of leather اسفل السلم وهواي لماذا؟ طبعا نرجع للكلام اللي خدناه قبل كده ونجاوب عن السؤال ده تمام سؤال تسكيري كده جز تسكيري هنبتد نطبق بقى عشان نجو بالمين عشان نوجد المينمم انجل المينمم انجل المينمم انجل due to leather's weight الزوم الازدواج ستبقى بسبب ايه؟ اولا due to leather's weight ناشئة عن اللي هو وزن السلم اللي هو ام جي due to normal force top of the leather وبرضو قوة الرد الفعلي العمودية اللي هي N2 الموجودة عند قمة السلم عند نقطة رتكاز السلم على الحائط solve نحن لم تدهل force عند اتجاه X القوة الموجودة في الاتجاه X X component وفي الاتجاه X وفي الاتجاه X وفي الاتجاه Y وفي الاتجاه X وفي الاتجاه X وفي الاتجاه X يكون Fs يعمل Mu N1 هذه Mu معلش خطأ نتيجة تغييف السوفتوير Mu هي معامل الاحتكاك الاستاتيكي Mu N1 مين مين وفي الاتجاه X هي N2 يعمل مينس N2 مينس N2 طبعا مينس N1 يجعل Fs يعني تحقيق Fs منصف 0 فس بمينس N2 وفي الاتجاه X تحقيق很大 الموجودة وفي الاتجاه X يعمل وفي الاتجاه X مينس N2 مينس N2 يعمل قوة رد الفعل العمودية وهذه N1 مينس N2 لكل قوة رد الفعل العمودية في اتجاه X. يبقى كل القوى لفتجاه X. فميو N1-N2 بسوي 0. الفرص في اتجاه Y. ايه القوى لفتجاه Y؟ ايه القوى الموجودة؟ مجي في اتجاه Y. في اتجاه من Y. في اتجاه السالب ل Y. يبقى تأخذ اشارة سالبة. تمام كده. ايه ثاني. في اتجاه الموجودة. يبقى N1-MG بسوي 0. تمام. يبقى ادي القوى لفتجاه الموجودة. معادة 2. وبعد كده التورك. نحن اخذ نقطة اتكاز هنا. تمام. نقطة اتكاز هتبقى موجودة هنا. أنا عندي قوتين. المجي. تمام. المجي كوزاين فاي. دي فاي معلش. تمام. المجي كوزاين فاي. ثم نتو. 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 ترجمة. نتو. و المجي كوزاين فاي. المجي كانت أول حقا. لغاية نقطة اتكاز من هذه النقطة. من نقطة الاتكاز. لا تكون ثقة للسلم لغاية نقطة. المسافة كام. السلم كله تقوم القوله独. يبقى المسافة دي إلا على 2. من هذا الأول. مضروف مجي كوزاين فاي يأخذني من. يأخذني التورك. عزم التورك. عزم الإزواج. قوة في الزراع منصف مين منصف النتو مضروف مين في المسافة كلها لو اخذنا المسافة كم المسافة ايه المسافة المسافة الغاية هنا كم دي فاي لاني طبعا بالتبادل بالرأس المسافة دي حساوة كم شباب كده هوم مقابل المسافة مقابل للزاوية نجيب ساين فاي ساين فاي يساوي المقابل المسافة العمودية على الوطر الوطر هو مين تمام في هذه الحالة المسافة العمودية بين الانتو ونقطة الارتكاز بتاعت المحور يساوي ال ساين فاي اهي ال ودي ساين فاي مدروف مين في القوة اللي هي الانتو يبقى الانتو ساين فاي مينس ال على اثنين ال دفايد باي تو ام جي كوزان فاي بساوي زيرو دي عبارة عن القوة اللي عندي تمام دي الترك بتاعي بها فروم زافوري اكويشنز يجح hardest ام جي كوكوزين احنا تمامH نتو Villذams M نتو Villذams M من هذه المعادلة نتو Villذams M نتو Villذams M نعود بكده في هذه الحالة احنا بنتمي نعود الام ساين فاي مينس ال كوزين فاي بساوي زيرو من المعدلة اللي قبل كده احي ال انتو ساين فاي مينس ال على اثنين ام جي كوزين فاي بساوي زيرو وفي هاز الحالة الام ساين فاي بساوي مينس ال طبعا لان احنا اخدنا ايه هنا ال موجود لنقصد modifier المعادلة على Joy N 2 sin Phi M x M تمام. صالح نفر ميو في عام 1 فى ميو في الان وان في هذه الحالة نقدر نقول ان عام 2 فى مو يكون هذه الحالة نصف واحد على ثلاثين ام. والتهديد ده عبارة عن هذا هو الإجابة بالنسبة لكي تجعل السلم في حالة التزان والسليبينغ